أكثر من ثلاثين عاماً قضاها بتدريس الطلبة بناحية النشوة وما زال يمارس وظيفته دون انقطاع كاظم قاسم معلم تميز بشغفه لمهنته ولكن بعد هذا العمر الطويل لا يملك شبراً واحداً بهذا البلد تاريخ مباشرة 23-4-93 صار 31 سنة والخدمة العسكرية يعني شبراً واحد ما أملك بالعراق راح أتلاح تقاعد وكل شي معكم والله يعني هذا العمر الكبيان أذكر مرة والله العظيم بالـ 95 فاضت مدرسة بالمصطفى أنا خدمت مدار شرطة العرب 20 سنة بالمصطفى أخدمت والله العظيم فاضت المدرسة نفسها غصبية فاضت والذكر لحدنا سواء رجاء أتلاح تقاعد عبد الرضا وحيد القحير والله بتحنن طلاب على السد على السد جمنا لهم قواطي وخضلناهم بتحنن طلاب على السد وبعد هذا العمل الطويل كله وأسي قلوا أنه ماكو وتزامناً مع ذكرى عيد المعلم يقفوها أولئ المعلمين بوقفة احتجاجية أمام بوابة تربية شط العرب بعد تهميشهم بتوزيع قطع الأراضي الكوادر التربوية التي يبلغ عددها 350 معلماً ومدرساً أعلنوا إضرابهم المفتوح لحين تحقيق المطالب نحن كوادر تربوية ناحية النشوة جئنا إلى مقار قسم شط العرب للاعتصام المفتوح طبعاً صارنا يوماً نحن معتصمين أضراب عندنا على الدوام ناحية النشوة كل مدارس ناحية النشوة أضراب عام عن الدوام كل المدارس السبب تهميشنا وإقصاننا من قطع الأراضي يتخرج منها كل سنة ثمانية عشر نفرات طيب هندسة كافة الاقتصاصات وكادرها يعني كادر متميز يعني كل نحن ما استفيدنا من هذه القطع وبقية المدارس اللي هي النشوة متأذية من كل الأمور يعني منطقة حدودية وتعاني القصف الإيراني بالقصف الحرب العراق الإيرانية النشوة اللي تأذت واللي ضحت بأشياء كثيرة والآن نهمش ولليوم الثاني على التوالي يستمر أضراب المعلمين والمدرسين بناحية النشوة عسى أن تستجيبت جهات المعنية لمطالب المعلم الذي كاد أن يكون رسولا لقناة التغيير يونس الرباعي البصراء ترجمة نانسي قنقر